في هذا الفيديو راح تشوف كيف تحمل تطبيق دفوة على كالي لينكس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم ياسر اهلا وسهلا فيكم في مقطع جديد واخيرا بعد انقطاع فترة جدا طويلة اعذروني انا جدا اسف لانو واجهت ظروف وبإذن الله الفترة الجاية راح تكون فترة جميلة وبنزل فيها فيديوهات لذلك لا تنسى انك تشترك وتفعل زر التنبيه عشان الفيديوهات تجيك لانو بنزل اليومين هذي ان شاء الله بمن الله عموما انا اسف على القطعة وبالنسبة للفيديو هايدرا للأسف الشديد ان حذف كان فيديو جميل الامانة وفيديو ثاني سابقا انا نزلتها كيف تطلع معلومات من الشخص عن طريق رابط وانت تحدد شكل رابط الفيديو كان جدا جميل لذلك اقتراحوا علي الشباب اني استفتح قناة جديدة وسميتها ياسر بلاك بإذن الله القناة راح تلاقونها تحت في الوصف نزلت فيها فيديو الهايدرا ونزلت فيها فيديو اللي هو كيف تطلع معلومات من ضحية باستخدام رابط اليوم راح نشرح كيف تحمل تطبيق دفوا دفوا وشو هذا دفوا بكل اختصار تطبيق في ثغرات جدا ممتاز اللي يبي يبدأ في اختبار اختراق الوبابليكيشن يمر عليها ويتدرب على الثغرات الموجودة لانه جدا ممتاز وبسيط وكل الشميل إذا شفنا الدعم منكم على الفيديو هذا بإذن الله الواحد لأحد راح نزل لكم شرح تطبيق عملي على XSS عندكم Reflected Stored وDOOM كل واحد منهم شرحت على كل الفلات الموجودة ما بيطول عليكم اشترك في القناة وحط اللايك يوحش عشان نشوف تفاعلكم إيش التفاعل ممتاز بإذن الله الواحد لأحد أقرب وقت راح نزل تطبيق عملي على XSS اشترك في القناة إذا انتم منت مشترك وفعل زر التنبيه لانه في فيديوهات قريبة راح تنزل إن شاء الله وحط لايك وحش ونترككم مع الفيديو الآن راح نعرف كيف نحمل ووب أبليكيشن اسمه Devwo تمام الآن راح نمشي بالخطوات بالضبط وبدلا لا راح يكون في شيء سهل عشان نطبق على موقع Devwo وهذا صراحة موقع ممتاز جدا اللي يبدأ فيه ووب أبليكيشن لانه في كل الثغرات عموما الان راح نمشي حبة حبة كيف راح نحمله لما ننزل تحت تمام راح ندخل المسار هذا سوي نسخ راح ناخذ هذا getCloneHtpGithub.com نفس هذا ننسخه ننسخه هنا لكن بإمكانك أنك مثلا تدخل رابط هذا أوكي مثلا رابط هذا وراح تطلع هنا ونسوي copy ونسوي copy ترجع من جديد ونفس الكلام منقدر نقول sudo get clone وتلسق الرابط حق Devwo ممتاز دفو ممتاز دفو ممتاز دفو وش راح نسوي نرجع الموقع راح يقول هنا move devwo to devwo يغير اسم الملف خلينا 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 نسوي قبلها سودو ممتاز نمسح سوي راح نلاقي دفو بعدين نقول لأبيك تدخل او بيك تغير صلاحيات دفو ممتاز نسوي لألسق نسوي قبلها sudo ممتاز نسوي الس تغير صلاحياته بعدين ش راح نسوي ننزل تحد نبدأ دفو slash config كيف نشوف ls مجديد cd devwo تمام نسوي ls مجديد راح نلاقي ملف اللي هو config تمام cd config cd ممتاز او نقول والله مثلا بس اللهم ننسخ وننصق اوكي خلاص ناخد هذا نسخ لسق لا تسوي شي نسخ لسق لسق اوكي دخلنا المسار لما ندخل المسار وش يقولك بعدها أبيك تسوي ls بعدين أبيك تسوي هذا الأمر ممتاز ls لقين الملف اللي هو config nc.hp dest راح نلسق الامر راح يسوي copy ننسل ملف وغير اسمه يسوي ملف ثاني نسوي ls اللي فعلا تسوي ملف بالاسم هذا ممتاز طيب وش راح نسوي راح يستخدم هو nano كيفك تستخدم nano او تستخدم editor ثاني كيفك لكن انا راح استخدم وشو راح استخدم تسوي sudo جيدة والملف اللي هو نبي نسوي الملف هو config inc.php متاز فتحنا الملف اوكي وش يقول هنا أبيك يطويل عمر أبيك تغير بلا الروت والباسورد أبيك تغيرها user و pass ممتاز راح نسوي روح الدفوة هنا عند ال user db user نكتب user مرسلة هنا روح الباسورد نحط pass ممتاز نسوي سيف حلوين حلوين ممتاز نقفض ممتاز ممتاز نسوي ممتاز نحذف كل شي خطوة أبيك تفتح ممتاز 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 والباسورد حق حسابك سودة قبلها ممتاز 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 نرجع الكالي ممتاز نرجع الكالي ممتاز نرجع الأمر الثاني نسوي لكوبي رح نعطي كل الصلاحيات الدفوة اللي هو user وهو الباس تمام و هنا رح نسخدم أو سوين قبل نسوينا create user باسم user ال local host والباس ممتاز و رح نعطي كل الصلاحيات لا يوزر والباس هذا هو الحساب نسخ من جديد بإمكانك والله في البداية في الملف بس ما بي أيدو وخكم بإمكانك تغير user name والباسورد تحطر اللي تبي لكن خلينا نمشي مع بعض عشان نكون كل شيء سهل تمام رح ندخل هنا CD أو ننسخ الملف هذا و رح نطلع من هنا Ctrl C تمام نبي نحط CD بس كلمة CD رح ترجع للمكان هذا و تلسق هذا المسار تبدو تروح البي اتش بي طيب لما نسوي cd B A T C BHP ممتاز لا تنسخ على طول تقوم 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 بسكرة و تقوم بسكرة 7.4 ممتاز و تقوم بسكرة أباتي سوف نذهب هنا يقول لك allow url if open يقول لك هنا allow url if open و allow url include خلها اثنين هم اون طيب خلي نرجع الملف نسوي control f رح نبحث control f نسوي لسق رح نلاقي هنا allow url if open ممتاز نفسها تحتها allow url include هي off خليها اون ممتاز سايف حلوين حلوين خلاص قفلنا ما رح نحتاج طيب وش خطوة البعدها نشغل سيرفر او سيرفر او سيرفر الاباتي بكل اقتصار ان نسوي سودو نلصق الموجود ممتاز start مثل ما قلنا نبنشيك اذا هو شغال ولا لا status شغال زي الحلاوة ممتاز طيب خلاص الحين لو شفنا احنا if config الاب حقنا هذا هو الاب حقنا ممتاز الاب الداخلي لما نحط الاب هذا راح يفتح الاب الداخلي الاب الداخلي او على HTTP ممتاز نشوف يا انك ممكن هو حاط برضو هنا ممكن تحط مممكن تحط مميمة سبع وعشرين سوف سفر واحد مميمة سبع وعشرين سوف سفر واحد سوف تحط سلاش دفو وكتبها عشان سهل عليكم اكثر لا بس اتوقع ايه هذا هنا شوف مية سبع عشرين ننسخ حلوين ونروح الرابط ننسق ممتاز انتر خلاص جانا الذي هو دفو ممتاز نحط الاب الداخلي والباسورد ممتاز خلص دخلنا بعدين وش راح يقول هنا راح يقول لما تدخل في هذا الصفحة Database Setup راح تروح Create Reset Database اللي هي هذا هو الزر ممتاز تضغط عليه طيب هنا هذا هو وراح يمكن يوديكم Home ولا يوديكم Setup عموما راح يجيكم صفحة هذه Setup راح نضغط على الزر هذا ممتاز وراح يقول راح يسوي لكم Redirect على username الباسورد تدخل وطبعا username هو admin والباسورد هو الباسورد تمام وراح يكون بهذا الشكل خلنا نشوف طيب سوى Setup نسوي Home ما أدري الصراحة ممكن أننا نحن دخلنا أوكي ممكننا نسويته من قبل عشان كده ما ينفع المهم راح يسوي لكم Redirect ع الصفحة هذه يوزرنام الباسورد حطينا اللي هو admin والباسورد هو باسورد وبس ومبروك مبروك عليكم الـ ديفو فيه البروتفورد فيه كماند انجكشن فيه CSRF فايل انكلوجون فايل ابلود فيه أشياء كثيرة نشوف هنا ديفو سيكورتي راح نغير على الصعوبات فيها لو ممتاز فيها مديم هاي امبوسيب تمام راح ان شاء الله بدلا لا راح نحل اللو ومديم وهاي تمام على دوم ورفلكتد وستور عليها كلهم ثلاثتهم وبكذا بتقدر تكون داخل انت اللو دفو بس حاجة معينة اوكي اذا سوينا هنا قفلنا ستوب تمام هل بيكون موجود ولا ما رح يكون موجود يعني انا سوا دفو ما رح يكون موجود ياسر فيه مشكلة انا دخلت من جديد وما نفع معي طيب حاجتين خلها بالك دائما كل ما تشغل النظام وتبي تدخل على دفو لازم تسوي حاجتين هذي سودو سيرفس ممتاز اباتي ستارت هذا واحد اثنين سودو سيرفس اللي هو ماي اسكي ال ستارت ممتاز هذي هذي الامرين لازم تسويها كل ما تدخل النظام في طريقة انك انت تخليهم شغالين طول مدة بس ما انصح فيها عموما كل ما تدخل الكالي سودو سيرفس خلاص تحفظه مثل اسمك اللي هو اباتي سوي هنا اباتي اثنين ستارت وننسي الشي سودو سيرفس ماي اسكي سيرفس سيرفس شيك اذا كان عندك مشكلة شيك اذا كان هو شغال ولا شوف ستاتوس ممتاز هم روننج شوفو اكتب ممتاز طيب اشتركوا في القناة